أخي محمد نورتنا في ركن مايا يعني أنا بالنسبة لركن مايا سنوياً الجمهوري يعرف اللي يتابعني على السوشال ميديا يعرف اللي أنا عندي أدريبك التابع طبعاً أنت أخ عزيز وزميل وتلاقينا في كذا إيبنت خيري بالذات معه آخر بواحد كان معه كان من فترة يعني مع الشيخ عبدالعزيز صدفة طيبة والله يعطيك العافية على محتوىك اللي تقدمه أنا أول شيء أنا بنضيفك أنا أخوي عنده براند اسمه فيل قوتي يعني سوينا السنة اللي طافت في نفس الأكاونت عندي في الحساب بس اليوم بنضيفك و بنشص شراك شوف هذا البوكس ما شاء الله كيف نسويه نسويه أنه في الليل نشرب لكن في النهار هو شيء يستوي الكوب عادي بنختار شو رايك تبضيف شو عندنا عندهم بلو عندهم لمونيد عندهم بلوسم بلاك تيب تيباك يعني مدام إنهم صبحين أنا بأخذ الجنجر ليمون الله تمام تمام أنا عني يلا ما سويه بأخذ البلو نزين البلو يعني طعم التوت عني لا هو لونة يكون بلو لونة يكون بلو هيا والله نزين بنفتحتي في قطعتين بعد هي 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 تعال ما بتحطوا أثنتين بتحطوا وحدة حطوا وحدة بس هي ما شاء الله عليه فيها بركة يعني ممتاز صراحة هيا تيباك أنا حبيت طريقة البوكسينغ كيف المجموالهم حلو يعني كل بوكس حق الشخصين هي بظفت على سبيل المثال بظفت جميل بظفت الله يطرح البركة يا رب آمين يا رب إن شاء الله نزين خلينا ندخل في الأساس ركن مايا السنة هذه أنا مركزة على الأسرة جميل والذكاء العاطفي في الأسرة واسم البودكاست هذا في الأسرة جميل تحت ركن مايا وكل وكل حلقة هي حلقة أسبوعية فيها ضيف والضيف هو زميل أو زميلة بعد ما يبتين إلا أنا أول واحد لا إنت أول واحد أنا قلع تابع المرامل والله إنت أول واحد قيت في بالي بصراحة ليش لأنك بالنسبة لي أنا طبعا بنعرف محمد بن هارون العلي يا جماعة يا مرحبا الوجه الإعلامي لبراندات في الشرق الأوسط وعالمية أيضا تجارية والبراند اللي أنتو تعرفون اللي يمكن انتشرت في أنحاء الدولة براند اتصالات صحيح الفايف جي الأحمر والأسود اللي لابس غترة وعقال هو صحيح أخونا محمد بس أنت محمد أنا عرف يعني كثير من من الجلسات اللي كنت نيلسها يعني وأسألك على الأسرة والزوج والأب أنت زوج نعم وأب وأب و معدد الحين عرفت ليش غيبت وطبعا مشكور أنك أنت يعني يعني رضيت وحبيت أنك تشارك خبرتك بالعكس معنا الحين بيقولون كيف إن شاء الله تعرفون إن شاء الله إن شاء الله إن زين طبعا تركيزنا على الأسرة دورك كزوج وأب في الأسرة اليوم في هذا الزمن هذا 5G عصر الصناعي الخامس يقول لك عصر الصناعي الرابع أسرع عصر مر على تاريخ البشرية نعم فإحنا جيل الطيبين أنت مو بجيل الطيبين إحنا جيل الطيبين أنا الجيل اللي عشت من دون واي فاي ومع الزمن يقول لي ولدي أنا مفاهم أنت كيف نولدتي في وقت ما في واي فاي يعني أنت لو تتخيل أننا ما في واي فاي وفجأة شوي شوي انفتحنا إلى الانفتاح الرهيب اللي يستوي فينا فلاحظت حتى أنا من خبراتي في تخبط في الأسرة في تخبط عاطفي confusion في أفكار يا ستينة نفكر بالمرأة نفكر بالرجل انفتاح الليانا أن المرأة تشتغل ممكن تكد أكثر من الرجل مثل حالتي أنت من النماذج الجميلة للرجل اللي يكد فعلا ليل نهار يعني أنا لعرفك شخصيا وفي نفس الوقت عندك كذا بيت فاتح فنبقى نعرف أنت كزوج وأب اليوم في عملك كيف تسوي هالبالنس التوازن هو فعليا ما البالنس جدا صعب يعني إذا قلتك والله فعلا أنا مسوي البالنس ما بين عملي وأهلي بقولك لا والله ما أقدر فعليا ما أقدر نعم لأن أنا وقتي كله في الشغل إن كان عملي الحكومي أو إن كان عملي خاص فدائما ألقى الشكاوي أتييني مش بس من الحريم أتييني كذلك من الأبناء معنا معدهم أصغار لسابع سنوات ودعشر سنة ولكن بابا أنت ما تلس في البيت وايد بابا أنت ما تلس عندنا بابا أنت ما تطلع طبعا من حقهم لكن هم ما يعرفون هذا الأب شو يسوي برع علشانهم ما يعرفون هذا الأب رايح برع مو عشان يتسلى عشان يبلك ما تلعيش في النهاية عندي مسؤوليات عندي مثلا يعني عطينا مسؤولياتك شو من مسؤولياتك شو بيطال عمرتش موضوع إنش تفتحين بيت واحد في الوقت الحالي ترى مو شي سهل فالمصاريف والتضخم الاقتصادي اللي نعيشه في الفترة هذه هاي كلها على راس الزوج خاصة إذا كانت زوجته ما دام أنا ما أقول نحن ممكن الناس يقولون والله شو الدام حتى لو دام هي موش مسؤولة عن البيت كلام صحيح بنا نتكلم عن الموضوع إن شاء الله لكن نحن نتكلم عن موضوع التفاهم والتعاون ما بين الزوجين إذا وجد وإذا ما وجد بعد يعتبر شي يعني نورمل يعني عرفتي بس المسؤولية كلها على هذا الزوج أو على نحن يعني فالحياة ما بالولية أنت ذكرت إحنا مثلا إذا بذكر أنا في بداية زواجي في عام 2011 ما أخفيتش والله كنت مرتاح هدا عايش عايش 13 14 ما كنت أحس بالمسؤولية اللي كنت أحس بها اليوم ليش لأن أكيد فيه اختلاف كبير ما بين مصاريف العشر سنوات قبل ومصاريفنا اليوم الحياة كيف كانت قبل وكيف صارت اليوم مع الغلاء المعيش اللي نحن حاليا في وسطه فأنا ما بتمقل عمري والله أعتمد فقط مثلا على وظيفة ومصدر دخل واحد لا أنا بالعكس أنا أبغي ما بغي يعيش نفسي أنا بس أنا أبغي يعيش نفسي وأهلي وابنائي العيش الكريمة أنا ما أقول لش يعني أوكي فيه طموح فيه طموح أني أنا أعيشهم حياة الرفاهية نعم ولكن أنا أبسط شيء وأبسط حقوقهم أن ينعموا بحياة كريمة فهذا الشيء اللي خليني أنا فعلا وأنا أكد وأنا أقول دائما أني أنا أوكي صح أني أكد بالأخص آخر ثلاث سنوات فعليا يعني أنا ما أجز يعني أنا دوامي الحكومي وأرجح في إجازتي أدام اللي هو شغلي الثاني حتى العصر حتى الليل مساء أعرفك دوامي صناعة المحتوى الأفنتات وتغطياتها وأي إلى آخر هاي كلها من ضمن عملي وغير كذلك اللي هي ذكرتي أنت في بداية الحلقة موضوع الإعلانات التجارية موضوع الإعلانات التجارية هذه الناس لما يشوفون صورتي مثلا في الشارع على بالهم محمد مثلا صور صورة بكل سهولة ودخل منها مبلغ وقدرة والناس في الدوام يشوفوني محمد تبعتك الدوام والله العظيم أقولهم ليش كوني أخي صورك في كل مكان في الشوارع في السينما وفي 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 أقولهم يا جماعة الخير أنا صح أني داخل هالمجال ولكن هذا المجال ما يغنيني أني أنا أترك دوامي لا قصدك أني ما يكفي نعم بالضبط ما يشلك ما يشلني لا هذا يساعدني أني أنا أكمل الشهر أكمل حياتي مع نفسي وعيالي حل وبيتي لكن مش أني أقدم مشتغلتي لا طيب وين بتوصل محمد ترى هذا الشيء يعني أنت اللي تسويه مو بسهل نحن مثلا أي شيء قدمه في مجال التجارة أو قصد الإعلانات التجارية ترى كل صورة أو مشهد يأخذ من وقت تقريبا 10 إلى 12 ساعة عمل صحيح للي ما يعرف فعلا عرفتي وفي النواية أطلع ترى بمبلغ رمزي حتى استحاد كرة بس أنا ما مشكلة بتعب اليوم لأني أنا على يقين وإيمان بل الله سبحانه أن سعي هذا ما بيروحه بإذن الله إذا يومي مشت اليوم بس بي بس محمد ما علي يعني ما دري ليش يافي بالي أنت كلها المكدة وكلها التعب وكلها الشقاء صرت تزوجت الله يهداك آه يعني ما دري يعني يعني شو اللي يخلي الرجل يعني أنا عارف والله أنا يعني اللي يسمعني أنا أنا فاهمة أن هذا شرع لكن أنا أتكلم اليوم بلسان حال المرأة وبلسان حال الرجل يعني أنا إذا ما عندي أو هنقول يا دوب على كلامك أن أنت تتعب نعم أتعب ليش أصير عدد سؤال جميل ومنطقي وإجابتك التالي زيب الله يسلم موضوع الأول شي إذا بتكلم أتكلم عن نفسي أو بشكل عام الرجل بس أعتقد أن الناس تحب أوكي التجارب الشخصية التجارب الشخصية صح كلامك الناس حين تبقى تعرف فيها الفضول لا لأنه تعرف لما أنا الشخص هذا وجه إعلامي أعرفه وفي نفس الوقت أتابعه في نفس الوقت أحاس بمعاناته نعم الدنيا تفرق وياهم هم مش المفرو مش شرط أن الناس أنا مثلا ما يمرت مثلا بطلاق مش شرط ملكة الكلام فقدرت أني أوثقة قدرت أني أوصل للناس يا جماعة اهدوا لا تتطللون الأسرة نواة الوطن نعم سح فنبع من تجربتك أنت طيب شو بيطال أمرتش أنا يوم فكرت أني عدد طبع أن هالكلام صار بعد بعد زواجي الأول بثمون سنوات تقريبا شو رأيك تشرب وتكمل إن شاء الله هيا عشوف أنا استوى الشاي عندي أزرق أزرق شفت كيف يعني لأننا ما لعبنا فيه شوي شي ها زين 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 بسم الله بسم الله نزين هيا حين بقى الفرمس اللي ما يعرفك والله ترى يعني أخ عزيز وغالي والله يا محمد والله الله يسلمك حين طبعا أنت تعرفيني بالسوشال ميديا أخرج لكن إذا كنت تعرفيني بس بالسوشال ميديا ما بدقوليني أن هذا الشخص معدد يخفي كل هذا أنا خطرة أنا باومي عرفوه أنت شو محبب الله يسلمك زين فوصلت أنا طبعا مثل ما قلت أنا إنسان وايد يعني وايد أشتغل يعني وايد أتحرك فهذا الشخص الحركي واليتعب وايد يتعب في يومه يرجع البيت يبغي شو يبغي سكينة والله ما يبغي شو يذاني بس يبغي سكينة وهدوء حتى لو حتى لو لا سمح الله أن البيت هذا اللي فيه مش راغبين فيك بس مو مشكلة بس على الأقل أنا أرقى سكينتي في هذا المكان لكن مع مرورة في السنوات خلاص أصبحت أصبح عندي أسرة وأصبح يعني مثل ما تقولي نوعا ما ما بدت أحس بهاي السكينة أتمنى بس كراي ما ينفهم غلط لكن اللي أقصد أن الحياة أصبحت فيها أبناء وأصبح فيها مسؤوليات أنا ما قلتني أنا بشرت لا أنا فاهمه فاهمه كلامك واضح نتحاتي الناس ما تفهم هالشي لا أنا ما أشرت والله أنا اللي فاللي خلاني أفكر أني في يوم من الأيام التفكير يتغير النضج عندي أصبح في مرحلة مختلفة جدا جدا تمام وطموحي كذلك في الحياة اختلف عندي مشاريع في حياتي مختلفة فحسيت أني أنا مشتت أو أبروحي محد معاي لأن أم عيالي الله يبارك لي فيها يا رب نوجه له تحية نوجه له تحية أم حمدان أكثر وحدة تحمرتني في الحياة الله يعطيها العافية الحب نعم الحمد لله نعم من نرجع من نتكلم كمل كمل زين فشو سوى محمد محمد لقى في يوم من اليوم الشخص أنه شاف فيه أنه بيساعده في أنه يستمر في تحقيق طموحاته ويدعمه في تحقيق مشاريعه فقال محمد أن هذا الذي يحتاجه في حياتي فعلا أن هذا الذي يحتاجه في حياتي الطاقة هاي نعم الطاقة أنثوية نعم أنا محتاج هاي الطاقة في حياتي ومحتاج من فعليا يؤمن لمحمد تمام يعني الدعم دعم نعم الدعم في مسيرتك هل هل تحس أن أنا بتكلم أنا عن نفسي بحيات أن أنا بوجه الكلام لأي شخص تحس أن مثلا الأولى الزوجة الأولى يعني أنا أدعم زوجي بطريقة معينة لأنني عندي أبنائي وأنا مشغولة معاهم وأنا مفاضية ويد نعم هذا دعم هذا دعم بشكل معين نعم فهمتك نعم أما أنت محتاج دعم لي أنا شخصيا لي أنت حبيت نعم تعرفني ولا مرة سمعتها هذه من كثر ما أنا أشوف ناس واستشارات وشي عندي برنامج خاص اسم استشير مالهواري لكن فعلا أول مرة أسمعها يعني بهالطريقة هذه جميل أنا والله تعرفين حين لما أتكلم معاك ما يحتاج أني أشرح كلامي وائد لأن اجتفام أنا وصد شو أقصد بس أنا بس أبغي المشاهد لا بس حتى المستمع والمشاهد أنه يفهمني في عندهم وعي كبيرة بس كمل محمد وائد كلامك مفهومي يعني فأتخذت الخطوة هذه من زيني محمد كيف أتخذت الخطوة هذه وأنت أصلا في معاناة في حياتك في معاناة في يعني ماديا يعني البيت الأول يا دوب أنك أنت شال لنا فهذه الأسئلة هذه جتني من أكثر الناس وإذا بقولك عن ربعي اللي حولي ولا صديق أنا ربعي مقربين يمكن خمسة أو ستة هذي الأخوان أخوان يعني ولا واحد منهم ولا واحد أيد أني أنا أروح أتسوج لا والله والله ولكن أنا كنت خلاص متخذ القرار وبس يعطيهم خبر والله العظيم أنه كانوا يمسكوني مسك أني ما أروح ليش يا محمد نحن مو ضد مو ضد الزواج يا محمد بس مو بالحين يا محمد أنت مش مستعد حاليا ونحن نعرف ونعرف حياتك ونحن قريبين منك أنت حاليا يالس تتخذ خطوة وأنت ما تشوف مع ماي طيب أنا اليوم أوجه لهم تحية وأقول لهم فعلا كرامكم صح بعد شو يعني أنت الحين ما فهمنا أنت مع الدد لكن ما لأنت بعدك مع التعدد يعني هذا السؤال لازم ينطرح يعني أنت عددت مجربت بس أنا نعم ما زلت معه والله هيا نعم ولكن بشرط أنا بقول لك خليني أكملش بس نقطة أخيرة أنا بعد متحمس هيا شو أخفي علي صفلي شوي ويدا سئلة محمد الله يسلمت لكن اتخذت الخطوة هاي باتفاق كان جميل مع شريكتي الثانية كان يعني هي عرفت كل ظروفي ومع ذلك وافقت وافقت أنها يا محمد أنا أوقف معاك وأنني أنا الأمور المادية هذه ما تهمني وفعلا يزاهر لأخير ما قصرت معاي وما كنت حسب الضغط المالي إلا شي يعني يعني ما أفرق معاي لما فتحت لأنها كانت متعاونة إذن يعني الزوجة الثانية خليني أحاول أن أحطها أنا دائما أنا أحبت أسوي قالب للأمور تحس أن لو الزوجة الأولى ما تشتغل عادي هي عادي لكن ما يساعدك هذا أنك تفتح بيت ثاني عشان تتاخذ خطوة التعدد لازم كشرط أنا يا سعي أنه لازم تكون الزوجة تشتغل ولا مو بشرط لا مو بشرط بس أنا بقول شي أن شغل الزوجة الثانية في حال إذا أنت ما بتقضي وقتك في بيتك بشكل يومي طبعا أفضل لك ولها لأن في النهاية أنت ما تبقى الحرمة 24 ساعة يارسة في البيت وتترياك أنت تدخل عليها صح كلامك صح فلازم هي على الأقل شغلة نفسها ترجع للبيت تعبانة فأنتي علي فخلاص عندها باقي يومها فما تتريس وتوسوس وتفكر أن هذا الريال متى بيرجع لي راح وما أرجع ولا راح وكذا ولا فهمت علي فهي أكيد أنا أفضل أنها تكون من الزوجة لنفسها قبل ما يكون لك أنت الحلو فيك محمد أقول نقطتين النقطة الأولى أنك أنت ما ما تزوجت فقط للزواج أنت عندك أبناء من الثانية نعم وهذا الشي حلو أنت لما نويت نويت دخلة عدل أنا نويت أول شي لما فكرت أني أتزوجت الثانية أني ما أخسر بيت الأول هذا كان هدفي الأساسي في حال أنا خسرت بيت الأول أنا كيف فشلت نعرف وائد الناس قاعد بدون ولكن ينسى تماما شو صاير في البيت الأول ممكن أن يحول لهم مصاريفهم لكن حضوريا ما أحد تفكير كلها أصبح وين في البيت الثاني فأنا لا كان هدفي اليديد حبه شديد بالضبط فأنا الله يسلمت كان هدفي أني ما أخسر بيت الأول لأنني وائد تعبت عليها صراحة نعم استثمار مثل ما ذكرنا أول شي العلاقة بيني بين أم حمدان يعني مش علاقة بسيطة كان فيها كفاح كبير من صوبها من صوبي أنا وصوبها بس هي طبعا لأنها كانت معاك فأنت تكون لها هذا الجميل طبعا ومش جميل ولكن دعم يعني حلو أنك أنت حبيت جواب وايد أنك أنت لا ما تقدر تنسلوا الأول بيت زين هذا تعدل محمد ما بين الاثنين وشغلك كيف شي بطل عمرت أنا ممكن أعدل في شيين إلا شي واحد ممكن أعدل في الوقت ممكن أعدل في المصاريف زين حلو طيب في شو ما أقدر أعدل هالكلام بشي صعب ينقال إحنا ما نبقى إذا أنت شي يعني ما تبقى تقول عراحتك أنا أبقى بس نحاول أن نقرب وجهات النظر أنا يهمني من هالبرنامج ركن ماية في الأسرة التعدد مو شي سهل أبدا مو شي سهل بالذات اللي مثلك عنده ضمير أبدا مو شي سهل يبقى أسرة كاملة هني أسرة وهني أسرة وما تبقى تقصر فيهم أنا حاسة فيك أنا فاهمة بذل بس أنا أتكلم منطقيا يعني أنت الوقت من وين تحصل فمنطقيا هي لازم تكون تارة ثانية تشتغل بذل فهل أنت تروح هنا يومين تروح هنا يومين في بداية في بداية تاهمتي ألي تاهمتي ألي أوكي هي نعم ولو حتى يعني حتى مسافة دوامي من بيتي تقريبا ساعة ساعة وربع هات روح مشوار عرفت ألي فمع مرور له وقت سنة سنتين شوي قربت البيت فأصبح خلاص هنا أسهل أصبح أسهل علي وخليتها يوم بيوم الحين يأعلى بالي سؤال دام أنك أنت العدل موجود الأولى كيف قدرت أن أتهدي النفوس الثانية طبيعة الحالة تعرف هي تمام الأولى كيف هديتها أنا ما أفرت أتزوج اليوم ما أتعرف الأولى الله أكبر عليك نعم جرأة جرأة نعم كيف مش أني رحت تتزوج أكبر تتزوجت لا أعطيتها خبر الأصول نعم السنعة نعم أنا عرف أن صدمة وفعلا كانت صدمة لها حين بيقولوا ما شو السنعة هاي فيها سنة والله هي صدق اللي في السر ما يدوم صح أخرت ترى بيظهر فأنت لما ترتاح من البداية تقول ترتاح نعم نعم ما أخفت من ردة فعلها أنا هتقول لك أنا أنا خلاص بأهدلك البيت أنا بأترك البيت أنا ما أدرك كيف كل أصار كل أصار وبعدين كل أصار ولكن أنا عندي حرمة سنعة والله أصيلة جدا يعني أنا مع أني عشت وياها أكثر من ثمان سنوات الفترة قبل أن تزوج ولكن وأعرف أنها أصيلة وسنعة وبنت خالي ترى ما شاء الله تحبك لهالدرجة والله لو ما تحبني ما كانت تستمر معي اليوم الحمد لله الله يثبتكم محمد أكيد سألت وكان مسأل عليها وكان أبدا مسأل عليها الموضوع وتقريبا قضينا أو قضت خذت لما تستوعب يعني خذت لها تقريبا شهرين شهرين مبتعدة عايشين مع بعض مبتعدة ولكن يالسة مثلا ما تستوعب بس شو اللي صار يعني يعني هي قالت لك أنا محمد بحاول لا ما قالت ما قالت أبدا ما قالت شيء ساكت ساكت ما قالت شيء وأنا بخلنها عراحتها لأنه فينا صدمة يعني حين الموضوع صار اليوم تقريبا أنا أمشي في السنة الخامسة لكن لين اليوم أنا يالسة أشوف فيها الجرح زي الذكاء العاطفي في الرجل الحين لما أنت تشوف يالسة تقول أنا أشوف فيها أنه هي مجروحة يعني سبحان الله أنت عندكم قدرة أنت حتى قلت لي إياها مرة لو تعيدها للمتابعين لأنه أنا أعتقد هذه بتأصل فكرة المرأة في ذهن الرجل أنه أنت عندك قدرة أنك تحب كذا يعني من فطرتك نعم يعني أنا حين مثلا يوم بتزوجت أنا حين إذا حد يسألني تحب زوجاتك نعم أكيد تحبهم شي طبيعي نعم إذا أنا ما أحبها ما أبيعيش وحدا جرحت يعني شو شعورك أنت أنت تحبها يعني ليش تجرحها هذا المنطق اللي ناس تقول أنت تحبها ليش تجرحها لسألة هاي يعني من الكل والله إننا محمد إحنا كلنا عارفين علاقتك الأولى وكيف عانيت عشان توصلها وكيف 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 كيف قلبك سمحلك أنك تجرح أم عيالك أنا بالنسبة لي مع كامل احترامي أنا فاهمة طبيعة الرجل أنا ما جرحت أنا ما جرحت أنا ما رحت خنتها مثلا ولا غلط في حقها ولا غلط في حقي ولا سرت يعني سويت شي ولا ياذب الله يعني أنا رحت أتزوج يا بنت الناس أنا رايح أتزوج أنت يعني أنا عراسي تعرف ما شو قالتلي في يوم من الأيام أقسم بالله أني ما أنسى هاي جملة هاي قالتلي يا محمد أن أغلب الناس اللي حتى حولك واللي تشوفهم يضحكون معاك والله يوم عندي يقولي كيف صابر عليه وكيف ما خليتي وكيف اليوم عاي شوية تقولي تعب شو أرد عليهم أقول لهم الريال صاينني ومحترمني ومش مقصر معاك بشي وأنتوا تشوفون بس لأنا راح أتزوج عبالكم مننا خلاص تركني أنا ما عندي شي ضده الريال بس أتزوج ما عندي شي ضده مو مقصر فيني عشان تشير حرمة بتقولي محمد أنا ما تركتك لأني أنا عرف أصلك وعرف أنا شو عندك عارف مكانتي صراحة سكتني أنا ما شاء الله عليها محمدان بس في شي بعد أنا أحط في بالي أقول إحنا ما نبقى أن يعني هو شرع ورب العالمين أوجده وما أبى من خلال ركن ماية أنه إحنا يصينا نقول هي روحوا عددوا روحوا كذا لا طبعا نصيحتك للشباب اللي مو معدد بس الطبيعة الفيزيولوجية للرجل غريزية أكثر من المرأة طبيعي لذلك رب العالمين نعم نعم أجاز لأربعة بضت بضت بس هذا الشيء لازم يفهمونا الحريم هذا هو أنت كفيت نفسك أنا أبقى أقول نوضح محمد أنت بشرع الله وحق الله تعرف عمرك كفيت وعفيت نفسك عن الحرام لذلك تتجهت للزواج والزواج العلن وعيال والبيتين ونعم لا مانع من أن المرأة تساعد زوجها وتكون متقبلة وفكرت أنك أنت كل واحدة تدعم تدعم محمد بشكل معين فضت هاي فكرة حلوة يعني وايد يعني أحس أن لحظة وعي نزين نصيحتي قول لا لا يتزوج يعني تفضل ليش شوفي الله يستلمش لا كده أنا مع التعدد لكن أي حدي يسألني بأقول تعال خلني عيل اسمعك وأفهم بس حياتك قبل ما تروني مثل ربعك ما سووا فيك هي حين ربعي أنا والله أقولهم سامحوني أني ما سمعت كلامكم صراحة لأن أصبح في يعني علي ضغط كثير والله ما تكلم فقط عن ضغط المادي لا لا ضغط نفسي وضغط مادي وضغط أن الوقت نلاقي وقت والله صح وأنا يعني إنسان الله ملكحان عندي طموح عالي في العمل وفي السعي ما عندي كنب أنا بعد ترى شخص واحد صح عرفتي لكن إن أفترض إن أفترض إذا واحد ياني يسألني يقال لي محمد والله أنا بيتي الأول مبنى كصنة ولا شي بيتي ملك حياة كريمة زوجتي مش منقصرة ولا منقصر فيها وعندي أبناء واستقرار تام ولكن أنا أبغي أتزوج وأعدد وأفتح بيت ثاني وعندي المقدرة أني أفتح البيت الثاني ووفر له مثل ما أنا موفر حق البيت الأول جميل بقول توقع على الله توقع على الله على طول لكن إذا واحد يقل لي والله بتزوج وأنا وضعي شوي كذا بتمشي الأمور والله كريم والخير والزواج هو اللي ييب الخير وييب الرزق وإحنا ما نختلف إنه في أمور رزقها عند الله سبحانه لكن في منطق بعض في منطق فلا تكون مش منطقي مثلي أنا طبعا وتروح تسوي بنفسك هذا الشيء لا كدع نفسك كدع لبيتك تمام وبعدين الله كريم أنا أعترف اليوم يعني يمكن هالكلام سبب لي شيء حساسية في البيت لكن لا ما نبقى أن أسوي حساسية في البيت أنا أعتبر زواج الثاني شوي تسرع كان فيه شوي لا والله تسرع نعم يعني أنا مش ضده يعني أنا خلاص موضع فراسي موجود ولكن كان مش وقته كان لابد شوي لذلك نصيحتك نهدي اللعب شوي يا جماعة نعم نهدي اللعب واقتنع هي هاي القناعة بالأولى القناعة هذي اللي الله يرزقني آمين إن شاء الله زين بنحول الحين على موضوع آخر دامنا نحن قلنا بنقتنع بالأولى كرجل نعم نبقى احنا من منظور الرجل في الأسرة لازم يحسن علاقته معاها الأولى عشان يحس أنه هي كل شيء هي الدعم دعم كل أنواع الدعم دعمها دعمها في عيالها دعمها في بيتها دعمها ماديا حتى فينا نساء اليوم نعمل يقوم حمدان الله يحفظها الحمد لله أنت موجود وقلت لها بإنتفاق ها شيء ثاني بس أنا أشوف المعظم يعني علاقة الرجل بالمرأة كيف يقتنع فيها بالذكاء العاطفي نحن نعرف أن الذكاء العاطفي التعامل بالسياسة والدبلوماسية مثلا إذا أنت عصبي إذا إنسان عصبي الذكاء العاطفي يقول لك لا افهم ليش أنت عصبي موين يا العصبية شو اللي يخليك عصبي إذا أنت ريال تغار وايد يعني تغارع لحرمتك وايد في أشياء تغارع عليها ما تسوى يعني تضيع تضيع الدنيا فيها صح في أشياء أوكي تغارع عليها كذين هي لما فوضة أنها تسمع الكلام فيها نعم وتقدر مشاعرك بس يعني أنا يعني وحدة تتلفت شي ياسا هي ورأي لها مثلا تتلفت شي مثلا تتطالع إنتي ليش تتطالعين طالعيني بس أنا ما يستوى بارك الله فيك فنبقى أنت تبقى تعيش مع وحدة نصيحتك تعيش مع وحدة اقتنع فيها كيف تقتنع الزوجة وتم حبيبها وإنت هي تكون حبيبتك ممتاز والله في أمور كثيرة أولها أن هاي الحرمة أو هاي الزوجة تركز على النقاط اللي هذا الزوج يباهى ويرتع لها مثل الحين مثلا إذا بتكلم عن نفسي محمد شي بي إذا دخل البيت محمد يبقى ابتسامة يبقى مثلا لنفترض كنا عارفين أننا ريايين همنا بطننا يدخل البيت يحصل مثلا عشاء ولا غداء صحيح هذا شيء ترى ويتأثر ترى صحيح عما يدخل البيت مثلا يمدون وما يحصل غداء بدقون القيامة صحي أبسط الأشياء الملقة تبقى الملقة الحيو حتى لو المرأة أو الحرمة أو شو ما كان عندها ظروف معينة لا تبلغ الزوج أننا اليوم يفلان عندي ظروف ما سويت لك غداء هو ممكن تدبر أمورك بيتقبل الزوج لأنه أورودي متعود ترى أنه كل يوم يتغدى وكل يوم تعشى بس صار ظرف عادي فتعرف شو الأشياء البسيطة هالي تفرق مع هذا الزوج صدق والله العظيم الحرمة لو فهمت الزوج فهمته بس فهمته شو يحب وشو ما يحب والله العظيم بيحطه في عيونه ونفس الشي بعدها نقول للزوج لازم يقتنع فيها ويشوفها سيدة المنزل وما في غيرها يعني سيدة بيته وما في غيرها وإذا كان مثلا شوفي إذا بنتكلم عن الحب فيه اليوم علاقات زوجية ما في حب تمام ولكن الاحترام طاغي وإذا وجد الاحترام العلاقة تستمر طبعا وإذا نكسر الاحترام لو شي بسيط ينهدم لا أحب ولا غيره يشل العلاقة صحيح فأنا اللي بقوله للشباب اليوم نحن خاصة اليوم في زمن الفتن اللي ما تخلص دايما اللي أنت تبقى تبقى تشوفه برع أو تبقى تسويه برع البيت الصناعة في زوجتك مش عيب طرح عادي زوجتك هذه تبقى مثلا في شي معين انت شفتها فيه بنت عيبك لكن لا ما تكلم عن تغيير جذري في الحرمة لا مثلا انت شفت وحدة مثلا طافت عليك عطرها شدك عطرها عطر بس قم دور العطر هذا ودحكها تعطر لك ياه في البيت حقك مثلا والله شفت وحدة مسويه شعرها لون معين وعيبتك خبر حرمتك ودها الصالون تغير بعض التفاصيل هذه بها البساطة بساطة بساطة نعم 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 يعني ما أنا يعني ما ليش تحسهم وي بيطلب منها ليش ليش اتيني استشارات يقول لي يا أخي مهما حاولت ما في فايدة هو يقول وهي وهي بعد سامحني محمد هي بعد تقول والله اني ما مقصرة وياه بس ما ما دل ليش ما ترست عينه صار وخذ له وحدة يعني انت عندك منصة وبين ترى شوفي شوفي دكتورة انت حين قلتي انا مش من قصرة وياه وصار خذه وحده هذا منه هذا أنا اللي فراسة تعدد قسمة بالله لو تكون الحرمة لو تكون الحرمة ملكة جمال وملكة الأخلاق وملكة العطاء بعدد شمعنى ليش غريزة 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 اقولكم قلوا بس لا حول ولكن في ناس مثلا واحمة ربي يعني يقول لي محمد انا والله اني مستحيل لو تيني وحده ملكة جمال ومال وجاه وكل الصفات فيها وتطلبني انا اني اتزوجها كثانية والله اني ما اتزوجها لا والله نعم ليش هذا صدق واحد يقول لي نعم والله يقول لي والله العظيم يقول لي انا عندي قناعة اني زوجة اولى وفقط لو حتى روش ما صار واذا خلاص ابغي اتزوج غيرها بطلقها لا والله ايه اش معنى استغرت والله يعني انا هذا الوحيد في حياتي تيصادفته فعلا تفكيره واكيد فيه فيه ناس مثلها اكيد اكيد انا باقول لك شيء يعني ناس تعرفة من البودكاست القبلي مع جمال جمال الملة في عرب كاست ابو العيال شيء ابو داود ما يعرف فيه ريال ما يقدرون يعددون ما يقدر يركز هني وهني اقول لك بركز ويا وحدة فهذا اللي حصل بالضبط فعلا كلامك صح سبحان الله هاي تراقش فيه فيه ناس فيه ناس شيء بس انا حس هذا حقاني لان قالك انا عرف عمري ما قدر ذكاء عاطفي من انا انا عرف عمري انا ما قدر انا واحد بركز ويا وحدة بطنش الثانية ما قدر اجرحها صح انت مثلا انت عندك ذكاء عاطفي انت تعرف عمرك انا واعي اني انا احب التعدد او التعدد اه لازم اعدل لازم يكون هني وهني مصرف لازم هني وهني عيال اه وفي نفس الوقت انت فاهم ترى من ذكاء العاطفي بعد انك انت تعرف اخطائك وتعترف فيها وتحاول انك تحسنها واعتقد هذا الشي ظهر عليك اليوم شوف اذا بنتكلم اليوم بعد دام اننا نحن فتحنا الموضوع نا يوا فخلي نكملها زين اليوم ترى انا انا عايش وشايف وحولي ناش وحولي شباب وانا الحمد لله في خدمة الوطن صار لي 14 سنة ما شاء الله ايك بس انا بعدني صغيرة لا ما شاء الله عليك الله اقول لك اليوم الحين الجمال للمرأة والرجل ما قام حد يحرف سنة ثانية صح زاد ما شاء الله الطب الوعي دولتنا ممقصرة صح العيادات والوعي اللي في التجميل وكذا الرياضة الوعي هذا دائم فتحس الحين الريال والحرمة ما شاء الله عليهم بالضبط صح يعني انا حين يمكن الناس لما يشوفوني مع ولدي حمدان حمدان فعلا امس شفته في الستوري يا حبيبي الله يرضى عليه الله يسلمتم يعني اللي ما يعرفني يقول هذا أخوي ما شاء الله فطبعا هذه احدى اهداف زواجي الاول اللي هو الزواج المبكر المبكر ايوه نعم الزواج المبكر فانا الزواج اعمل واحد سنة سنة وكان هدفي يعني بغض النظر اني كنت ابا الحرمة واحبها وابغي يعيش حياتي معها اي بروح حلقة الحب قبل الزواج وبعد الزواج اكي اكمل اه ياسي الفكر هي طلع عندي افكار ازين لا عادي برجح برجحك سؤارة برجحك سؤارت شو كان سؤارت اللي حب قبل الزواج واللي بعد الزواج خلص حين بعدين بنقول الثانية ترتيحين دخلتيني لا 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 بس بس ركز 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 لا لا كمان في شي كنا نقول شي احنا ان انت تزوجت عمرك 21 لسبب انت كنت تحبهم حمدان كبيرا نعم نعم ومش لانك تحبها تزوجت لا لاني احبها اه اوكي ولاني ابي ارتبط فيها ولاني ابغي اكبر وعيالي وياي حلو والحمد لله هذا صعب انا اليوم حمدان 11 سنة ما شاء الله وخلاص حمدان احينا يعني اربيه يا حبي رابع نحنا حينه صغل فعادي الحب قبل الزواج تؤمن فيه اؤمن فيه نعم والتقليدي شو وضع عندك كذلك اؤمن فيه زين كل شي طالعا كل شي الثانية تزوجت تقليدي ولا حب انت مرة قلت لي مثل حب الاولى ما في والله هوت شي قال لي مرة صح بس هي الثانية تزوجت عن حب الثانية نعم طيب اقول لي شو وجيت النظر الزواج عن حب انا مع التقليد عشان تعرف اوكي ليش ما عارفه او متى ينجح بقلوش متى ينجح من وجهت نظري متى ينجح يوم يكون هذا الحب من دم وصالح شو قصدي اذا حبيت اذا حبيت هاي المرأة وما تفكر في اي مصلحة ان كانت شخصية ان كانت مالية او ان كانت جسدية اي شي من هالثلاثة توفرت هذا السواج ما بيدوم وجهة نظري حلو لكن اذا كان الحب بريء حب مخلص حب شاف هاي الحرمة لو شو ما كان عندها من عيوب لا سمح الله يبا هذا الحب اللي بياذن الله ما استمر حلو ما عرفتك سكتني ما عرجه اقول من زين طيب والتقليدي ايوة يعني انت مع الاثنين اي انا مع الاثنين ولكن التقليدي بحكم اني انا ما اجربته لكن اعرف واي دين متزوجين زواج ومرتاحين ومرتاحين والعكس ترى البعد اللي ياخذ عن حب فيه ناس مش متاحة انا عرف شباب شاف وحدا مثلا في الدوام ويا يوم الثاني صار خاطباها ما بينهم ولا شي سبحان الله خاطبنا ومستقرين هاي ترى نتكلم عن الناس حولي وغيرها شاف ربيعة تختم اثناء اليوم الثاني خاطبنا وحاشحة سعيدة تحصل بس هو الاصل ترى يعني في الشرع انا وحدة احب اتبع الشرع المحبة من الله هذه نعم بس احنا نعم تعرف عندنا دين عندنا عادات عندنا تقاليد وقيم نعم وسنع نعم ما تحس ان التقليدي تحس ان ظهرك مسنود اكثر من قبل اهلك ومن قبل اهلها لما انت تتأخذ حد احيان ما تتكلم عنهم حمدان الله الفضل هي اصلا من عائلتكم بعد اشواه يعني سهلة كانت وايد تستوي هاي مثلا محيرة حق والدعمها لا ما كانت سهلة والله لا والله والله ما كانت سهلة أبدا ما كانت سهلة ما كانت سهلة بعدة امور لعدة جوانب كثيرة اني انا كنت صغير واني انا بعدني ما كمل دراستي الجامعية وايد امور دخلت فيها في معمعة مع الوالدة الله يحفظها الله يحفظها والله لليل يوم اذكر امي كانت وايد حزينة ترى على زواجي صدق مع انها بنت خالق والله كانت زعلانة يعني بنت اخوها بنت اخوها نعم لكن هي مون زعلانة على بنت اخوها كان ولدي تزوج في هذا السن ولدي تزوج اللي كنت أبغى تشوفها خريج ولدي تزوج اللي كنت أبغى تشوفها بس الحين لا 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 خلاص مستانسة وكذا الحمد لله وبثبت لها إن شاء الله هاي رسالي والدي إن شاء الله وبثبت لها إن شاء الله أني أنا اليوم بتشوفني على منصات التتويج إن شاء الله آمين يا رب آمين تستاهل يا محمد كل خير الإنسان الطموح أنا أشوفك إنسان عندك دينه ومخافة الله هذه أهم شيء القابض على دينك القابض على جمر في هذا الزمان يعني نحييك أحلى تحية ونحيي الأمك اللي ربتك هاي ترى والله كل من أمي والله العظيم أنا كل شيء اليوم يصير لي كل كل هذا بفضل الله سبحانه حبيبتي الله يحفظها ثم أمي أنا عرف يعني أمي تشوفني يعني أنا والله أنا قمت حتى ما يعني أدخل عليها لازم يعني لازم تتمعيني والله صد تسمعني يعني أنا وانا طالع الله يوفك الله يسر أمرك الله يفتحها لك يعني تحسين أن تقول الكلام هي محروقة يعني عرفتي أن الله فعلا وأنا أقول لك أي خير يصيبني اليوم بفضل دعاوية أكيد هي نعم أنا أفتخر أني أنا معدد وما خسرت بيوته ما خسرت بيوته يعني يعني الحمد لله لأنني شفت أنا شفتني شايف أنه في حياتي أو في البيت اللي عايش فيها اللي عدد خلاص البيت اللي قبله راح راح بس هو حلو التعاون أيضا من المرأة محمدان ما قصرت وتعاونت وياك وشافت الخير فيك وهذا هم شيء الحمد لله أنزين فإحنا قلنا أن ليش قلنا السنع سبحان الله يغلب على الحب لأن الفرق الوحيد والسند والظهر في هذا الموضوع زي محمد إحنا تكلمنا أمور كثيرة بس سبحان الله تحس بعدهم ريايل ما بقول يعني ما متشجعين على الزواج يعني مع أنه فيه تعدد ومع أنه ما شاء الله البنات يعني عوائل وفيهم الخير والبركة وتعمل وشخصيات وجميلات وكذا بس ما تحس أنه في يعني أنا إذا سألت واحد يقول لي أحوذ بالله لا يقول ليش أحوذ بالله ما يستويت تقول شيء هذا كلام ممزين قال لا 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 فتكيت أنا من هالفكرة عزين أنت الحين عندك فطرة عندك غريزة نعم يعني أقل شيء نتكلم فيه طبعا طبعا إذا كان الشخص هذا مثلا ما عنده ضمير ومش خايف ربه فعنده مجال آخر فهمت علي عشان شيء ما يفكر في الزواج لك أنا عارف شباب الله يعطيهم الصحة والعافية ناس كفوا وناس خايفين ربهم لين يموم بتزوجين لما أسألهم أنصدهم صراحة من بعض الأجوبة فيي الجواب والله استراب من الأجوبة يقول لي والله أنا ما قدر أتزوج الحين لأنه ما في بنات وما في وإحنا في زمن الفتن وما قدر أثق فيها شوف السوشال ميديا شوف المولاة وشوف 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 أقول له هل أنت بكامل عقلك مش منطق أقول له إذا بتكلم عن نفسي أنا أنا ممكن أشوف وحدهم مثلا غير محجبة وتعيبني بعدك باب بيتهم بيقول لي كيف مش محجبة ونحن عاداتنا غير وما أدري إيش أقول له ما لعلاقة أنا هل أقدر عيش معها غير محجبة لا ما أقدر صراحة فعلي أنا ما أقدر بس هذا الشيء بيتغير إذا الحرمة هذي فعلا شارتت لك وتباك هاي الأشياء بسيطة وفي حريم في زماننا هذا تقول لك والله الحجاب مخلت لنا للزواج بعد صح أنا حينها عائشة بس طبعا رسالتي للحريم هاي من الحريم أن ترى أغلب الشباب يغضون الطرف لما يشوفون البنت سفور نعم ليش شوفي أكيد مشكلهم زين لكن الأغلبية في مجتمعنا كإماراتيين أو كخليجي كخليجي بشكل عام نعم خليجي الريال هذا يسي فكر في المستقبل يقول هاي بترى بي بناتي حقا هي حقا بترى بناتي وأنا أمي أختي أختي لا بعدين عادات تقاليد دين نعم كلها أسباب كلها أسباب ولكن هل أنا اليوم إذا شفت وحدة غير محجبة وكل شي فيها تمام إلا الحجاب أرفضها لا طبعا لا مش منطق يا شباب نحن لازم شوي نعي لازم نعي في موضوع الزواج وفي موضوع اختيارنا للزوجة لا تقول أن هاي المرأة غير مناسبة لي إذا أنت أصلا ما تقدمت لها لا تقول هاي المرأة أو هاي البنت ما أشوفها أم لعيالي إذا أنت ما تعرف عنها شيء بمجرد أنك شفتها في مول ولا شفتها في مكان يعني حكمت عليها من مظهرها وهذا يعني شيء غلط جدا غلط إذا أنا بفكر ما بتزوج فعلي ما بتزوج يعني أنت اليوم الله رازقنك بالمال ورازقنك بالصحة ورازقنك بالوقت ورازقنك بكل شيء من ليش مش متزوج من ليش مش متزوج ترى الزواج أصلا قبول قبول هذا يعني يعني هو قبول ورفض يعني ما في شيء بالإجبار بمجرد بمجرد في النهاية أنت كرجل بتصير تتقدم إذا عبتك هالمرأة إن كانت سفور أو لا تتقدم وتتشوف اللي يدق الباب ترى يلاقي الجواب نعم نزين بس أنت نقطتك لا تحكم بسرعة لأن في بنات سنعات بالضبط يتريون الريال سبحان الله الداعم اللي هو يساعدها على الحجاب بالعكس على شيء طيب قلبها أبيض عندها إيمان عندها إيمان نعم بس مثل ما قلت تريي هذا الريال سبحان الله اللي بس يساعدها وأنا أقول من صوبي نقول حلو أن يكون فيه الرجل في حياتك لكن سبحان الله إذا ما يه الريال هذا إذا ما وصل إليك يجب أن الحجاب دائما يكون هدف أساسي أنه سترة الحمد لله نزين واللي يأخذ مثلا أنت تقول السفور يعني يفكر فيها مرتين ثلاثة شو رأيك باللي يأخذ اللي تشتغل في الميديا الزواج من امرأة في الميديا والسؤال اللي بعد اللي أبو عارفه منك الزوج الريال اللي يأخذ وحده أكبر عنه أو منصب يجب وشوف هاي الفئات بعد تحس أنها عثرات يعني تحس أن الريال يحطها عثرة بس لا يقول السن موب ويد بس الميديا بله يقول لك لا أنا ما بأ حتى لو هي بحجابها شوفي إذا هو يقول لك عادات تقاليد أنا ما قدر والأهل شو رأيك في بيوت تفكر بهذه الطريقة لكن إذا كان في رجل أنت كيف تفكر أنا بقلت أنا كيف أفكر حرف أنت كيف تفكر هي لأنها يعني تفرق لأنك أنت أصلاً في الميديا صح عادي عادي حتى لو عادي قول أوكي حين هي حطتني في زاوية والله قول شوفي الله يسلمتش إذا كانت إعلامية صعب مو عندي مشكلة آه كيف يعني إعلامية 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 بمعنى أنها مثلا أنت بتقدم برنامج مثلا حلو في أي قناة من القنوات إعلامية أعطيني وجهة النظر لأن احتمال وجهة نظرك وايدة تفتح مدارك رجال في هذا الموضوع لماذا إعلامية عادي لأن هذا هذه موظفة تعتبر موظفة تعتبر وتطلع في الميديا هل هي تطلع في الميديا بشكل غير لا لا هي طالعة بحشمتها طالعة بأنها رايحة وراسها مرفوع أنها تقدم شيء للدولة جميل في الإعلام وبالعكس أنا ما عندي أي مانع أني أرتبط في وحدة إعلامية في إحدى قنوات الدولة وكلي فخر بعد يعني مو بنا أتزواجها مثلا واخفي هذا الشيء مو بيسودع نعطي مجال نعطي مثل يا جماعة مثل زين الرجال هل تحس أنه فيه كثيرين يفكرون أنه استفكيرك لا ليش أنا هالي بعرفها هي حشمتها معروفة ومحترمة هي لأني أنا أنا في هالمجال الناس اللي ذكرت إيها منتي ما تعمقها ويشوفون الحرمة هذي بس في الميديا في التلفزيون خلف الشاشة ما يعرفون شو يصير خلف الكواليس فهمت علي هذا الشخص إذا عاش وشوف خلف الكواليس كيف هاي الحرمة ما شاء الله هاي طلعت والله صنعة والله ما شاء الله عليها ما توقعت شي صراحة ما شاء الله عليها ما تحتكوه ريائل ما صوتها يلا عادة محمد كنا نحتكوه مع ريائل أدري حين مصور ريال هي أدري أدري احتكاك عمل غير عن احتكاك الغير عملي طمام يعني قصدك في عمل نعمل مع رجال ولكن بحدود في حدود نعم في حدود طبعا أردتي أحيان مثلا إنت لو بتقول ذكرتي موضوع الدوام بعد صح تبعونوا صدق أنا والله إذا داوم أو لا هي والله يعني يمكن نوع تقول عني متناقض هاته ويقول أنه مو عنده مشكلة تكون في الميديا ولكن يوم بذكرنا موضوع الدوام هو مش مع الدوام أنت مش مع الدوام أنا مش مع الدوام زي كيف يعني تناقض يعني كيف التناقض هذا أنت عادي عادي الرجل ما بمقول محمد الرجل عادي جدا ما فيها أبدا أي شيء أنها المرأة الإعلامية أنت ما تعرف خلف الكواليس لا تحكم بسرعة عليها لأنها سنعة تمام هذا خلصنا منه هذا خلصنا منه بس محمد شخصيا والله أعلم أنا أقول الرجال عموما عموما نعم لو 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 ما ترون من الدوام الأصل أصلا أنت ما تحتاجين دوام هاترى رجوله منك إذا شوفي أنا حين مثلا حلو الحرمة الدوام حلو الحرمة الدوام وتساعد في بناء هذا البيت أو هاي الأسرة تساعد مم مجبورة عشان بس تطع الصورة تمام حلو أنها الدوام حلو أنها تقضي وقتها فترة صباحية إلى الظهيرة في البيت علشان ما تتم طايحة في البيت وما تسوي شواء وإلى آخر في أمور كثيرة يعني في بنات وفي حرين ما شاء الله عندهم طاقة عندهم موهبة عندهم بزنسهم الخاص نعم تمام تمام أنا ليش قلت أن في الإعلام عادي أنا هاي بس أخبرش عن وجهة نظاري أن أنا كإعلامية بشكل عام ما عندي مانعت لأننا نعرف هاي وظيفتها شو وظيفتها إعلامية رايح تقدم برنامج معين وترجع بيتها تمام أما الموظفة في جهة ما أنا هاي ما عارف وين سار ما عارف تسوي هناك ولا أعرف أي شي معقولة ولا أعرف عنها شي بغض النظر عن الثقة المبناية ما بين الزوجين وأنا إنسان ما عندي مشكلة في الثقة حتى لو أثق فيها ثقة عمياء ولكن بحكم أني أنا أعرف شو اللي يصير في الدوامات بحكم أني أنا دام فوق 14 سنة تمام ممكن الحرمة مثل ما أنا اختلاط زايد بضغ اختلاط بشكل فضيع بطبيعة العمل لذلك أنت قلت أنه مو أي عمل يعني إذا في عمال معينة هي بس الأصل في المرأة أنها تكون في بيتها لزوجها والله والزوج هذا بيكون مطمئن ومرتاح عرفتي نحن ما نقلل أو نحن ما نخدش في أخلاقيات هاي المرأة لا ولله أنا أنا دام بس أنا اللي قلت اللي صير مثلا مثلا مثل حاشم نفسها ومحترمة وعارفة حدودها لكن أنت تسين في مكان يواحد ما يعرف حدودها فهمت علي يواحد موظف معين ما عند حدود صح عليه لسان عليه سوالف فبيفتح صالف فأنت أنت حين بتسلكين مرة مرتين وهو بعد اللق 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 فهمت علي فهي فأنت تبقى تحميها هاي أنا يعني هالا بروتيكشن هذا أنا أنا أسوي في البيت أسوي برع البيت أسوي لما كن معها بس يوم تكون في دوامها أنا ما كنت أسوي شي أزوي الإعلامية أنا أشوف ها كل يوم أنا أعرف أن هاي الإعلامية سارة تقدم سارة تقدم برنامج معين ورد البيت صد رد هاي لا أنت من شاء الله عليك متحكم أحب يقولوا عنك نرجسية لا 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 والله هي بس وجهة نظر لكن شكل عام أنا دائما دائما أنا فضل الحر ما تكون في بيتها وأكيد كل الشباب يتمنوا هالشي جميل أبو أنهي بس أبو آخر سؤال هذا لازم لازم نجاوب عليه سالفة الأكبر عنك الحين في يعني خلقوا الموضة بس الموضة هي موضة لكن هي أصلا في الأصل سيدتنا خديجة رضي الله عنها كانت أكبر من رسول الله يحب يرسول الله 15 عام وأنجبت منها كل عياله عياله مع دماريا القبطية يا بثل إبراهيم وتوفى في سن صغير ومتزوج على خديجة في الفترة اللي كان متزوجها فزوج الزواج اللي نحن نتكلم اليوم في الأسرة هل يعني في رأيك الزوجة اللي أكبر وأكبر بكم مثلا في زماننا هذا من وجهة نظرك يعني أنت وجهة نظر شخصية والباقي ترى للحق بروحه بس نبقى نسمع من الرجل شو رأيك وهذا آخر سؤال ما نختم ترى قبل أتكلم في وجهة نظري الخاصة للعلم الأول أكبر عني أربع سنوات أنت أحلى ضيف يبناي كل شي فيه وأنا بالعكس موضوع السن هذا بالنسبة لي مجرد رقم صدق والله حتى لو الحرمة أكبر عني بعشر سنين في هذا الزمن الحين الحين اليوم إذا حرمة أكبر عني بعشر سنين بشرط أنه ما يبين بيني وبينها الاختلاف شكليا نزين بس ترى بعد عشر سنين بيبين نحن اليوم الحين إذا أنا برجع لعمري أنا لما كنت عشرين سنة نزين تمام ويبنى الشخص اليوم اليوم عمره عشرين سنة هل هذا هو وأنا في زماني نفس التفكير لا صح أو لا لا طبعا التفكير ترى اختلف الجيل اختلف والتفكير اختلف أنا في عمري ثمانطعشر سنة دخلت على أمي 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 أتزوج صدمت عيشتها لأن في نضج خلاص أنا أبغي أبني أسرة مش تهور ترى مش تهور ولا طيش أنا أبغي بدليل أنت اليوم ثبت ويها الحرمة وتحبها بالضبط وهذا أكبر دليل لكن اليوم كان من احترامي للجيل الحالي لو يبتي واحد عمره عشرين سنة واحد عشرين سنة حتى البنات تحس فيهم طموح نعم حسنا بعدني صغير بعده بعده بس أنا حين ما أحكم على الجميع لا في ناس بعدهم طلعوا في ناس حاليا بعمره عشرين واحد عشرين سنة هو نفسه يذكرني في جيلنا موجودين هذه فيه نضج فيه نعم فيه لكن الأغلبية أنا أقول دايما لا تخطي ولا تفكر أنك تخطي في الزواج قبل ما تحس أنك أنت فعلا مستعد نفسيا جسديا لا تفكر فيها اليوم لا تفكر فيها اليوم شو بيصير معك ولا تفكر فيها باتر كيف بتعيش مع أهالي الحرمة لا فكر فيها العمر كله سو دراسة جدوى أنك كيف بتعيش مع أهالي الحرمة العمر كله بحيث أن يكون مشروعك ناجح مدى الحياة لا أحبيت يعني ما شاء الله عليك يا محمد شكرا شكرا وجودك تعرف بقول آخر كلمة 30 is the new 20 30 اليوم في زمننا هذا هو العشرين العشرين اللعشرين أنا طريقتها نعم لذلك تحس أن الناس تأخرت في الزواج لكن هم في نظرهم مش متأخرين لأنه فعلا ما عندهم استعداد النفسي والعاطفي والذكاء العاطفي فأعتقد برامج الكثيرة اللي يستن طرح الحمد لله أنا في وسائل التواصل الاجتماعي بنينا فكرة الذكاء العاطفي وبنينا وإن شاء الله نوجه من ركن مايا أن تريث تأكد أنك أنت جاهز نعم فكر بعقلانية نعم زوجتك كون قنوع فيها بالضبط لازم يكون عندك استعداد مادي لازم يكون استعداد نفسي لازم يكون خذ وقتك في اختيار الزوجة الصح لا تحكم بسرعة على الناس من المظهر بالضبط في نفس الوقت ترى مو معناتها إنها إعلامية إنها نية يعني لا تصلح لا سمح الله بالعكس محشومة لأن أنا في الإعلام وأعرفها شيء وفي نفس الوقت أنا بزيد بقول لا تدخل نفسك في متاهة ضد أهلك بالضبط يعني أنت تكلمت أن الوالدة زعلت منك نعم أنا أشوف أنك كثير وأنك ما تزوجت إلا لما هي كانت تماماً راضية أو خنقول نوعاً ما مشت وياك مشت نعم فدائماً نرضي الأهل ونرضي يعني هم بعد يبعون يشوفون تمرتهم صح 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 وأنا أقول بعد حتى لو هو رساتي هاي رساتي اللي حين ما تزوجه لما تشوف نفسك جاهز ومستعد لا توسوس ولا تخلي المظاهر والفتن التخليك تعيش في أوهام ترى كلها كذ كلهم اطلقوا كلهم ما مدري ما حد تام في حاله أنا أقول لك توقع الله توقع الله توقع الله في النهاية في النهاية الزواج ترى مشروع ممكن ينجح ممكن يفشل وإذا فشل لا تزعل هاي ترى خيرة من الله سبحانه الخيرة وين الله يعلم عند الله ترى هاي الحياة وسنة الحياة إن كانت زواج ولا سمح الله طلاق أنت تحط هاي احتمالات كلها في بالك ولكن لا تزعل نفسك ولا تضايق نفسك بس خذ الخطوة هذي ولا تتم ترى العمر يمضي والله العمر يمضي ونحن في زمن يعني مبحثين بالوقت ترى والله فيعيش حياتك وشوف عيالك وأسعد أهلك وأحبابك بالذرية الصالحة بإذن الله محمد نورتنا في أول حلقة مرة كل ماية الله يسلم تشريف والله نحن مقشعرة بدني لأنه فعلا إن شاء الله تكون حلقة بإذن الله بداية جميلة وفيها بركة إن شاء الله تمنى لك كل خير عيبك شاي هيا نعم لازم نشرب لازم ما يستوي نسلم على أخي نقول لهم أوكي ما قصر ما قصر في القتية جماعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة